السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا والسهلا بكم طلاب صف الثامن الاعزاء معكم المعلمه عائشة عمري سنتعلم اليوم ان شاء الله درس في موضوع التهذيب في الدين الاسلامي باذن الله تعالى اتمنى لكم درسا شيقا ومفيدا ومثمرا ان شاء الله بداية اتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير عسى الله ان تنفك هذه الازمة ان شاء الله ونعود الى مقاعد الدراسه سالمين غانمين موضوعنا اليوم حقيقه هو موضوع اساسي في الدين الاسلامي هو في العالم اجمع وهو اساس التواصل بين البشر الا وهو الحوار بداية عندما خلق الله تعالى الانسان واستخلفه في الارض جعل الناس مختلفون في اشكالهم والوانهم واديانهم وحتى ماكنهم الجغرافية وغيرها وجعل الانسان يتواصل عن طريق الحوار والكلام فاليوم سنتعرف اكثر على الحوار وعلى اساليبه والحوار من منظور اسلامي ان شاء الله اذا سنتعلم اليوم ان شاء الله عن معنى الحوار لغة واصطلاحا ثم سنتعرف على مفهوم الحوار واصفاته ثم ننتقل الى اهميته ومن الغاية منه لنخوض بهذه التفاصيل ان شاء الله ثم سنتقل الى بعض النصائح والاداب لحوار ايجابي ان شاء الله ومن ثم سنثبت في نصوص وايات واحاديث من ان شاء الله من القرآن والسنه فلنبدأ اتمنى لكم درسا شيقا ان شاء الله اذا ما معنى الحوار عندما نقول شخص او شخصا يتحاوران ماذا نعني الحوار بداية لغة في القواميس والمعجم هو من كلمة حور اي الرجوع اي هي المراجعة في الكلام وهي تكون بين طبعا طرفين او اكثر واصطلاحا كمصطلح الحوار هو ان يأخذ المتحدث ويعطي مع الطرف الاخر ويجيبه اي مناقشة ولكن ضمن ضوابط بهدوء واحترام ودون تعصب لامر معين اذا لماذا نتحاور عشر ثوانيل التفكير لماذا نحن نتحاور وما الغاية من حوارنا تفضلوا حسنا كما خطر لبعض لبعضنا البعض عادة عندما نفكر بهذا السؤال نحن نتحاور بشكل تلقائي خلقنا هكذا لنتحاور احد سألنا سؤال عادة نحن نعطي الجواب او نفكر فيه ولكن عندما نركز على اهداف للحوار سنرى بان هناك اهداف وضوابط يجب اتباعها عندما نتحاور هيا نتحدث عن الغاية من الحوار نحن نتحاور دائما لنصل الى الحقيقه ليباني الشيء للشخصين او للمجموعة التي تجلس وهذا من خلال طبعا التعاون ما بين الشخصين او المتحدثين واهمية الحوار هي للوصول الى التفاهم وتقريب وجهات النظر وايضا هي الاسلوب الامثل والافضل للوصول الى الحقيقه وانه المنهج المقبول في التعليم والتعلم وهنا تستحضروني قصه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عندما اراد ان يتعلم منه في سوره الكهف كما تعلمون جميعا يمكنكم مراجعتها ايضا في البيت وايضا من خلال الحوار يمكننا اقامه الحجه والبرهان وهذا امر اساسي اريد ان اركز عليه نحن عندما نتحاور نريد ان نأتي بادله واضحه ومفهومه للطرف الاخر وهذا يزيد من حوارنا قيمه واثباته لقول الشخص للاخر الحوار من منظور اسلامي لقد كان القرآن الكريم وما زال القرآن الكريم هو اساس للحوار الله سبحانه وتعالى حاور عدة اطراف سناخد ان شاء الله في التفاصيل وفي امثلة من القرآن الكريم على ذلك ايضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استخدم الحوار كاسلوب دعوي كانت الدعوة مبنية على الحوار مع قومه ومع الناس الذي ارسل اليه ان شاء الله بداية الله سبحانه وتعالى حاور الملائكه عندما خلق سيدنا ادم عليه السلام في سوره البقره وقال عضو بنشطار جيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون فالله سبحانه وتعالى في هذه الايه حاور الملائكه وكان الحوار ذو هدف ومن طرفين وان شاء الله سنتعرف اكثر على هذه الايه من خلال النصوص القادم ان شاء الله للحوار ادب ويجب علينا التحلي بها لكي نحصل على حوار مثمر انا متأكد طلاب الاعزاء عندما تتحاورون مع شخص معين تريدين ان تصلوا لنقطه احيانا نقطه معينه او هناك هدف معين من حواركم اياه ويجب ان يكون واضحا لذلك من اداب الحوار التي يجب علينا ان شاء الله اتباعها في حوارنا هي النية لابد للمسلم طالب العزيز ان يخلص نيته في اي عمل يقوم به حتى في حواره مع الاخر انا اتحاور معك ابتغي مرضات وجه الله تعالى انا اتحاور معك لكي اصف النية انا اتحاور معك لك اوصل لك فكرتي وليس لي اتقاتل معك وهذا مهم جدا طالبي العزيز ثانيا العلم كيف اتحاور بموضوع لا علم لي فيه لابد لي ان امتلك العلم الكافي لكي اتحاور في موضوع معين حول هذا الموضوع الا لن استطيع ان اتي بالبراهين والادلة كما ذكرنا سابقا ان شاء الله الحلم والصبر هذا كله اريد ان اولخصه طلابي بكلمه الاخلاق لابد للمحاور ان يتخلق بخلق حسن الحوار مبني على الاخلاق انا متأكده عندما تتحدثون مع شخص اخلاقه عاليه رفيعه تحبون الحوار معه لا تزيدون وتطيلون بالحديث معه ولكن عندما تتحاورون مع شخص العذب لا مستكبر متكبر يريد ان يفرض قوله تتمنون لو ينقطع الحوار وهذا ما لا يريده الاسلام الاسلام يدعو الى التواصل العلاقات الاجتماعيه الايجابيه بين المسلمين وعامات الناس ان شاء الله اذا فلنتحلى بالحلم والصبر لما يقوله الاخر لما نقوله نحن لنأتي بالادلة والبراهين ونكون صبورين ونتأنى ولا نتسرع فالتسرع يقود الى الكثير من الاخطاء في كلامنا وفي افعالنا ايضا فالتواضع ايضا طالبي العزيز عندما نتحدث نأتي من منظور متواضع انا متواضع في كلامي مع الاخر لكي اقنعه لكي اوصل له فكرتي وليس بالضروره ان يقتنع يمكن ان لا يقتنع وهذا لا بأس فيه هذا هو الحوار انا اعطي الحقائق والطرف الاخر يسمعني وكلمه يسمعني هنا مهمه جدا الاصغاء طلاب لا يمكن للحوار ان يكون بدون اصغاء انا لست فقط اتكلم انا بل اصغي واسمع من الطرف الاخر ايضا اسمع حجته وبراهينه واخذ ما هو مقبول عليه وما ليس مقبول احاول ان اتفهمه او ان اراه من منظور الطرف الاخر هذا هو الحوار مبني على احترام وهدوء وطواضع وصبر وكل هذه الصفات الايجابيه وايضا الموضوع الاساسي طبعا الاتيان بالادلة والبراهين اذا امكان قدر الامكان لكي نحصل على ان شاء الله حوار ذو قيمه اذا كيف كان او كيف ذكر الحوار في الاسلام ذكرت عدة ايات سا اتطرق الى البعض منها في سوره الكهف طبعا الاخوين عندما تحاورا حول الحدائق بعد عوضب الانشتر جيم قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا فهنا حوار كان ما بين الطرفين وطبعا الدعوه اللي حكينا عنها قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت مخاطب في الاي الكريم اعوض بالله نشتر جيم دعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين هنا ذكرت كلمه جدال ولكن بالتي هي احسن وطلاب هناك فرق ما بين انا احاور شخص او اجادله ولها طبعا عده مفاهيم احتمال ان يكون مفهوم ايجابي او سلبي عاده الجدال السلبي ينشأ عنه صوت مرتفع ينشأ عنه تكبر ينشأ عنه عناد احيانا الشخص الذي يجادل عاده ما يصر على قوله ويعيد ويكرر القول نفسه لا يصغي للاخر ولكن بالحوار هناك تفاهم هناك هدوء هناك صبر هناك اخذ وعطاء ما بين الطرفين وهذا يجب ان ننتبه اليه عندما نتحاور مع اي شخص مع اهلنا مع معلمينا مع مينما كان بالحارة زملائنا اصدقائنا يجب ان نتحلى بهذه الصفات الحميده لكي نحن نسمو بانفسنا وبمجتمعنا وبديننا اكثر واكثر ان شاء الله ايضا حوار الله تعالى مع سيدنا ابراهيم خليل الله فقال اعوذ بالنشتر جيم لم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا يحيي ويميت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين في هذه الايه الكريمه خاطب خليل الله النمرود عندما طبعا اراد دعوته الى الله تعالى فقال له قال الله يحيي ويميت قال انا احيي واميت فأتاه بحجه وبراهيم اكثر وقال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهيت طبعا هون احنا منعطي ادله ولكنه لم يحقرها او لم يشمت ابدا لا بل اتاه بالادله والبراهيم الصحيحه وايضا هناك الحديث عذرا الايه الكريمه عندما خطب الله تعالى عدوه وبليس نعم طلاب الاعزاء يمكن للشخص ان يحاور عدوه وهذا الحوار يجب ان يكون ذا قيمه احيانا العدويه تعلم منا وممكن ان طبعا تنشأ علاقات ففي هذه الايه الكريمه الله حاور عدوه هو ابليس في سوره صاد قال ربك الملائكه اني خالق بشرا من طين حتى الايه الخامسه والثمانون طبعا قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فاكمل حواره الله تعالى قال قال اخرج منها قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب فانظرني الى يومي يبعثون قال انك من المنظرين الى اخر الحوار وانتقل الى نصوص من السنه النبويه هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعظم الهدي وكان هناك قصه لابو امامه يروا ان غلاما شابا اتى الى النبي وانظروا هنا الى مغزى القصه وكيف اتى الغلام وباي منظور وكيف اجابه النبي صلى الله عليه وسلم فاتى النبي فقال له يا نبي الله تأذن لي في الزنا تخيلوا من الكبائر ازنا من الكبائر فكيف رد عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فصاح الناس طبعان الناس طبيعتها الاستعجال ما بتحلم ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانك على خلق عظيم عليك الصلاة والسلام يا رسول الله تحلى بالصبر وحاوره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه ادنه طبعا هنا التعامل ما بين الناس والتواضع فدنى حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اتاه باللين والصبر قال اتحبه لامك قال لا جعلني الله فداك قال كذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم قال اتحبه لابنتك اتحبه لابنتك قال لا جعلني الله فداك قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم اتحبه لاختك قال لا جعلني الله فداك قال كذلك الناس لا يحبونه لاخواتهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن انفرجه فلم يكن شيء ابغض عليه من الزنا الكلمه الطيبه طالب العزيز الحوار الناجح الحوار السليم الاتيان بالادله والبراهين سيده محمد صلى الله عليه وسلم قال اتحبه لاختك اتا في ابسط الامور فتحاور ومن ثم ختمها بدعوه لقد دعا له طالب العزيز عندما شخص يجادلنا لا احيانا نقول خلاص روح لا طالب العزيز ندعو له الله يهديك الله يفتح عليك ان شاء الله الله ان شاء الله ترى الامور على حقيقتها عندما تريد ان توصل فكره معينه ولا تجادله ولا تحاول حتى اقناعه ليس بالضروره ان يقتنع طالب العزيز ولكن الكلمه الطيبه وحسن الخلق تؤدي الى صاحبها ان شاء الله بحوار نافع وذو منفعه وذو ثمره كبيره ان شاء الله الان سنختم درسنا القسم الاول منه في مهمه ساترككم معها ان شاء الله عشر دقائق للتفكير فيها احضروا ورقة وقلم فكروا يمكنكم الاستعانه بالقرآن الكريم بكتاب الدين الاسلامي ان شاء الله فنعبر على ان شاء الله الاسئله قارن بين حوار الملائكه مع الله سبحانه وتعالى وحوار ابليس كما ذكرنا في بدايه الدرس ما الفرق بين الحوار والجدال واعطي مثالا او امثله من حياتك اليوميه ممكن او من ان شاء الله الكتب لخص الحوار بين الاخوين في سورة الكافي يمكنكم الفتح على سورة الكاف وايضا اذكر بعضا من العبار والفوائد للحوار في الاسلام هنا يمكنكم التفكير في كثيرا ما هي العبار التي نستخلص ويمكنكم ايضا الاتيان بافكار من الحديث الشريف الذي ذكرناه مؤنفا واتمنى لكم الاستمتاع ان شاء الله بالتوفيق اراكم على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم في القناة فلنبدأ بذلك قال الله في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قناة اشتركوا في القناة لرأيه في القناة اشتركوا في القناة صغيرا اشتركوا في القناة الله لاحترام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة ونقضي اه افضل الامن وهنا سأذكر طبعا القصة والتي هي للأسف الشديد متفشه ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليها ولو اننا نتبع تعاليمه لصلاحه ومجتمعنا ان شاء الله لا لراقينا ولا سمينا اكثر واكثر ان شاء الله فقال الرسول الله صلى الله لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح حتى الاشارة بالسلاح حتى اشهاره رفعه لا نخوف مؤمن به لا نؤذي احد مظاهر الاحترام كثيره في الاسلام ولا يسعنا اذكرها يمكنكم التوسع ايضا في البيت في القرآن والسنه احاديث لا تعد ولا تحصى ويمكننا طبعا بالطبع التعلم والتخلق بهذه الاخلاق ان شاء الله فايضا حق المسلم غير غيرنا غيرنا علينا هو رد السلام مثلا اذا قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اجابه دعوته اذا دعانا زيارته عند مرضه وتشميته طبعا اذا عطس والنصح تقبل النصح او نصحه حتى والمشي في جنازته اذا مات حتى الاسلام حث على احترام الاخر حتى اللحظه الاخيره من عمر الانسان الا وهي الموت فالمشي في جنازته احد تكريمنا للميت ان شاء الله ايضا عندما تحدثنا عن امن المجتمع نتحدث هنا عن الطرقات فمن منا لم يسر في الطريق وراء مثلا هذا وذاك وقال هذا غير مناسب وهذا مناسب نعم العقل البشري يفرق ما بين سلوك الانسان في الطرقات ونحن نرى ان هناك عدة تصرفات التي لا تليق في الطريق فمثلا في الحديث الشريف طبعا قال رسول الله صلى الله وسلم الذي بينا لنا اداب الطريق اياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه قاله فاذا لابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غضوا البصر وكفي الاذا ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا جلسنا ولا بد في الطرقات او على جانب الطريق لابد لنا ان نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا نؤذي ان شاء الله غيرنا هنا احد العلماء قارن قال ما هي قيمة الفرق كم اعطى والاسلام قيمة للفرد في المجتمع وايضا هنا استحضرته الاية الكريمة بعد اعظم نشطر جيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا صلى الله العظيم الله قال اذا قتلت نفس كأنما قتل الناس جميعا النفس عند الله طبعا هي تساوي كل الناس اي الانسانية باكملها عمليا حرم الاسلام طبعا كل الصور الظلم والعدوان والتقاطع ما بين الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغي بعضكم على بيع بعض اكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخضله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وكفى بهذا الحديث ان شاء الله توضيحا لاحترامنا للمسلم والطراف الاخر ان شاء الله ماذا عن احترام غير المسلمين نحن هل نحترم فقط المسلم من هو بنفس عقيدتنا ونفس افكارنا ونفس نهجنا لا حث الاسلام على احترام غير المسلمين والناس اجمعين لان هذا خلق من اخلاق الاسلام الاخلاق العالية الرفيعة في ان شاء الله في ديننا فعلينا احترام الاخر دينه وتفكيره عدم الاعتداء عليه فطبعا العلاقات الانسانية مبنية على ذلك الاحترام قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقصطوا وتقصطوا اليهم ان الله يحب المقصطين صدق الله العظيم فالمصطفى صلى الله عليه وسلم خير قدوة ايضا قال في رسالته اله رقل فارسل اليه مكتوبة وكتب به بعد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله اله رقل عظيم الروم تخيلوا خاطب رقل بمكانته كان هو طبعا ملك فخاطبه في مكانته لم يهنه ولم يتحدث معه بطريقه اخرى كما يتحدث هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخلاقه فهي اخلاقه مع جميع البشر فلم يشنته ولم يدعوه باي شيء سيء والعياذ بالله وهنا تستحضرني ايضا قصه عدم الاحترام وتحدث معنا عاده كثيرا عندما احدنا يقول او ينادي شخص بلقب الذي لا يحبه في هذه ان شاء الله القصه بلغت فيها بنت حياء ام المؤمنين ان حفص ام المؤمنين قالت عنها بنت يهودي فبكت وششتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا محمد انظروا كيف حاورها وكيف اتاها بالادله وكيف لين قلبها بالكلام اللين فقال انك لابنت نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي ففي ما تفخر عليك اتق الله يا حفصه وهنا دعوه لاحترام الاخر واحترام غير المسلمين والناس بشكل عام ان شاء الله ايضا احببت ان اذكر لكم هنا احترام المرأه فكم كانت في الجاهلية مهانه فاتى الاسلام وكرمها سواء كانت ابنه اختا زوجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء واستوصوا بالنساء الخير ساترككم الان مع مهمه هذا ما كان اليوم فاليوم تعلمنا في جملتين ان شاء الله عن الحوار في الاسلام واهميته وفي هذا الدرس ان شاء الله تعلمنا عن احترامنا للاخر سواء كان كبير ام صغير ام لمجتمعنا لمن حولنا جميعا مسلم ام غير مسلم لجميع الناس كم ديننا عظيم كم هو عظيم حينما امرنا بالاحترام بفضائل الاخلاق فاترككم مع هذه المهمه لتفكروا فيها ان شاء الله السؤال الاول وضح العلاقه التي دعا اليها الاسلام مع غير المسلمين تحدثنا عنها من هو الاخر بالنسبه لك سؤال التفكير كيف تحب ان يعاملك الاخرين وهنا كما تحب طبعا ان يعاملك الاخرين تحب ان تعامل بالمقابل بالطبع كيف يظهر الشخص احترامه لأفراد مجتمعه وهما هي الفوائد التي تعود عليه من ذلك الاحترام كيف يكون حال عن المجتمع اذا طبقنا تعاليم الاسلام في الاحترام وفكره في ما يحدث في ايامنا وكيف يمكن ان طبقه ما التغيير الذي يمكن ان يحصل في مجتمعنا اسأل الله لي ولكم العافية ان يجعلنا من ذوي الاخلاق العالية الرفيعة ان نمشي على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم فيما امرنا الله تعالى به لكي نسمو تسمو مجتمعاتنا علاقاتنا ان شاء الله اترككم في امان الله استودعكم الله رمضان كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته